الله أكبر الله أكبر عمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أوفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لهم في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النهر هم فيها خالدون والله 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 الحمد لله عالمين الرحمن الرحيم ولك يو في الدين إياك نعبد وإياك نسطعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فمهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوّنوا بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى صعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموته قال أولم توم قال بله ولكن ليطمئن قلمي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم وأجرهم عند ربهم لهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر 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 اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذيه كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدلون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكفرين ومثل الذين ينفقون أموالهم اغتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ويود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها لنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم لا هيات لعلكم تتفكرون الله لكم الله لكم الله 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 صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أوفقوا من طيبات ما كسبتوا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويعملكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الباب وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من المصير إن تهدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اللهم 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 الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 and help him with his family and they went and they proposed اشتركوا في القناة 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 because اشتركوا في القناة 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 كذ 최고 23 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة and Abu Talib told him لا تخالف meaning never disagree with him, so he accepted the Islam, anyway the Holy Prophet became a prophet on Monday Sayyidina Abu Talib prayed with him on Tuesday so he was the first person to accept the Islam after Sayyidah Khadija I told you yesterday that these were the first people to accept the Islam Sayyidina Khadija, Sayyidina Ali ibn Abu Talib Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Haritha and the fourth man was Sayyidina Uthman ibn Affan about whom we spoke yesterday رضي الله تبارك و تعالى عنه Ali as you know from very early age the Holy Prophet would appoint him to go to the Kaaba to see, you know, he knew the faces of people who would be interested in Islam in seeing the Prophet and then Ali would make sure that they would see the Prophet without people noticing and among the people who accepted Islam through Ali was Abu Dhar when he went to Mecca looking for the Holy Prophet So this is the beginning of Sayyidina Ali ibn Abi Talib we could talk about both of his parents many of you know about Sayyidina Abu Talib but few know about this beautiful great woman Fatima bin Tussid who raised the Holy Prophet and when she was sick on her deathbed the Holy Prophet went to visit her Sidna Ali said that the Holy Prophet used to go to visit her a lot and he used to when he prepared food he would say take it and give it to the meaning to the Fatimas you know and when she was on her deathbed the Holy Prophet came went to visit and he put out his garment and put the garment on this lady and she died looking at the Prophet while the Prophet was making du'afah this is the good ending she had not only that it is the Holy Prophet who went to inside her grave you know cleared the grave make sure everything was alright and then he took the body of Sayyidina you know that is the mother of Sayyidina Ali ibn Abi Talib رضي الله تبارك وتعالى Ali ibn Abi Talib we could spend decades talking about him because he is a very you know unique personality in Islam even his name because we know him today as Ali or we know him as Haida and there is a story behind that because when he was born his father was not around so his mother named him after her father Fatima bin to Asad you know he named him she named him after Asad Asad which means lion but when Abu Talib came he named him Ali you know but when Ali used to talk about him he would say I am the one whose mother named you know Haidara Haidara means a lion رضي الله تبارك وتعالى that's why even many of his great grandchildren today we call them and we say Haidara their Alqab or their last names so he that is one of the things that we know about Ali ibn Abi Talib another great thing we know about Ali ibn Abi Talib that the Holy Prophet used to go with him and Abu Bakr to call people to Islam you know that is one thing and when the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam called the people of Makkah to tell them about Islam and he told them if I said to you so and so would you accept it would you believe me they said yes because you never lied to us and then he said to them you know I am the messenger of Allah I am warning you against the punishment of Allah he called them to Allah and to deny all the idols of Makkah before anyone spoke and everyone was silent and Ali ibn Abi Talib got up and said I follow you you know and then Abu Lahab said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam may you perish the whole day is it for this you are calling us and then the surah Abu Lahab was revealed you know so that was Ali ibn Abi Talib and another one of the greatest sacrifices Ali ibn Abi Talib was during the time of the hijrah when the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam decided to you know to go when Allah ta'ala told him you know when the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam was living along with Abu Bakr it is Ali who accepted to sleep you know in the room on the bed of the Holy Prophet and he could be killed you know that is one of the most you know beautiful things Ali ibn Abi Talib or anyone could do another thing is I mean the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam could just to go because they wanted to kill him but because he has some wada'i some amanat for people he said to Ali you have to stay here you know and give all the wada'i that I had with me that I kept with me so Ali slept there and when people came they really literally wanted to kill him because they thought the Holy Prophet was there but Allah ta'ala miraculously you know got the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam out there so he sacrificed his life for the life of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Allah ta'ala saved him from the enemies and he stayed three days in Mecca and then he joined the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina you know in Medina the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam created a brotherhood you know both Ansar and Muhajirin but among the Muhajirin there was a brotherhood and in that brotherhood the share of Ali ibn Abi Talib was Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam once told him أنت مني بمنزلتي Harun من موسى غير أنه لا نبي you are to me what Harun was to to Musa but there will be no prophet after me so you are not just a brother you are not just a cousin you are not just a Muslim friend you are to me like Harun to 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 Musa because Ali ibn Abi Talib r.a shaheed jami'i al-mashahidi ma'a Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam and one of the particular characters and qualities of Sayyiduna Ali is his shuja'a his courage you know in every single thing his knowledge in all areas his courage you can see that in Badr when the people of Quraish came and they they said they wanted to fight Sayyiduna Ali was came and Hamza as the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam appointed them so they say that two quarters of the disbelievers who were killed in Badr were done by Sayyiduna Ali ibn Abi Talib and Hamza ibn 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 al-Mutalib the uncle of the holy prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam you can also see his courage in Khybar and his courage also in Al-Ahzab you know you can see Murhab who was one of the greatest fighters of all time it is Ali ibn Abi Talib who eliminated him and another one Umar ibn Abdwudi he came to them and and he was defying them you know he his strength was you know extraordinary so when he came to defy the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam and the sahaba Ali ibn Abi Talib got up let me let me fight him or Rasul sallallahu alayhi wa sallam the holy prophet said no it is inna hu amr you know it is Amr ibn Abdul then Amr came back what is your jannah that you're talking about don't you say that whoever dies amongst you will go to jannah and whoever dies amongst us will go to fire let someone come send me to fire or i'll send him to jannah said no Ali got up the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam said ejlis the third time the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam said ejlis it is Amr it is Amr Ali said if it is Amr I am Ali and the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam made dua for him and when Ali came he told him who are you he said I'm Ali ibn Abi Talib he said I'm Abdul Mana he said yes don't you have from your cousins who is older you know you are the son of my brother I don't want to kill you Ali said but I want to kill you and then he got mad he was angry and then he attacked Ali ibn Abi Talib r.a killed him you know people it was very cloudy there was a lot of dirt around them the earth and everything you know they did not know who did what until they heard Sayyidna Ali ibn Abi Talib saying Allahu Akbar that's how they know that he did what he was supposed to do that is one thing and other things also is that there is no bottle that the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam went to except that he went with Sayyidna Ali ibn Abi Talib and he showed his courage except for Tabuk for Tabuk he is the one who was the khalifa of the prophet sallallahu alayhi wa sallam in Al-Medina r.a he also was known as you know knowledgeable r.a r.a so there is there is no that was exposed to Ali ibn Abi Talib except that he would bring the solution that's why he said Umar ibn al-Khattab in his khalifa he said if it was not for Ali Omar will perish and he said I seek refuge with Allah from a jama'ah from a group that Ali that Abu Hassan is not part of so I don't want to be in a society where there is no Ali that's what Sayyidina Umar r.a would say so with his kharaba to the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam with everything that he had Ali ibn Abi Talib did not have at all dunya at all in his heart r.a r.a they say that he had a waqf of 4,000 you know when he used to rub his stomach because of his hunger he would give thousands and thousands yet he was hungry he preferred not to eat they say that he did not leave anything for his family when he died except for for price of someone who could help who could work for his for his family one of the qualities or special qualities of Ali ibn Abi Talib also was dua his dua was always accepted as one said dua the one who came gave a false news if Ali said if what you are saying is not true may Allah take your eyes and suddenly he lost his his sight we will talk more about because we have 20 minutes and I promise that I will not pass 20 minutes so insha Allah we will finish it tomorrow as I said we don't forget our ongoing fundraiser during the month of Ramadan we are asking one thousand dollar you know for each family and every person five hundred dollar for a person one thousand dollar for a family so if we can do it bismillah if we cannot let's share the word insha Allah and make it easy for all of us as Allah as Muhammad Muhammad ala alayhi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah ready for a second no worry it's tell him it's a it's khafif it's a light sleep alhamdulillah so Allah Akbar bismillah alrahman alrahim alhamdulillahi rabbil alameen alrahman alrahim walik yawm al-din iya ka na'ud wa iya ka nassahin ihlin al-sirat al-mustakim surat al-dheena namta alayhim wa ghir al-mahqub alayhim wa la al-dhalim amin wa wa al-dhik al-ieh al-DS al-dhi al-dhi al-ramkum al-dham al-がとう al-dam al-dam al억 al-'dhik al-dam al- factor وقراء الذين احصفوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربهم في الأرض يحسبهم الجاهل وعنياء من التعب في تعريبهم بسيمهم لا يسألون الناس يلحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أولهم بالليل والنهيد سرا وعلى نية فلهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البعع مثل الربا وأحل الله البعع وحرم الربا فمن جاءه معظة من ربه فانتهي فله ما سلف وعوله إلى الله ومن على أولئك أصحاب النيا لهم فيها خالدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم أن ترجعون فيه من الله ثم توفروا نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بجين إلى عجل مسمى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بجين إلى عجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبون بالعدل ولا ياب كاتبون أن يكتب كما علم الله فليكتب وليمدل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها ضعيما ولا يستطيع أن يمد له فليمدل وليه بالعدل واستجهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان ممن تغوون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرين ولا ياب الشهداء أو إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم وأقصطوا عند الله واقفهم للشهادة وأدنيا لا ترثابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله ويعلم الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله 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 اشتركوا في القناة الله الله اشتركوا في القناة 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 الله 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 أكبر الله أكبر سبحانه الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وليه يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم واليدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانه ربي ظلمت نفسي الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ربي ظلمت نفسي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم من مهن روف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكلت وهو رب العش العظيم الله أكبر سبحانه ربي ظلمت نفسي سبحانه ربي ظلمت نفسي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومؤلانا فنعم المولا ونعم النصير اللهم إنا نستحينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك من يفكهرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافاء الكافرين والحق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفلة حسنة وقناء على منال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبل ومن عذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغزل قلوبنا من مائزة الجوالبرد ونقل قلوبنا من الخطايا كما نقت هول أبيض من الدنس اللهم باعب بيننا وبين الخطايانا كما باعت بين المشرح والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من المأثم ونعوذ بك من المغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والهرم ومن البغل يا رب العالم ويرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاه ودرك الشقاء والسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك التقاح ونسألك الهدى ونسألك العفاق والغنى اللهم اكشفنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل الليلة إليك اضطرارنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم أصلح لنا ديننا التي في عسمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغبرك لما لا نعلم اللهم سلمنا لرمضان سلم رمضان لنا لتسلمه منا متقبلا اللهم يسر لنا أمورنا وافتع علينا فتحة العارفين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واصطرنا بسدرك الجميل اللهم إنا نعوذ بك لماتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم لا تترك رمضان يمر إلا وذنوبنا مغهورة وحوائدنا مقضية اللهم قضي لنا جميع الحاجات وطهرناها من جميع سيئات وافعنا عندك على درجات وبلغنا يا ربي أقصر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم نصر الإسلام والمسلمين اللهم عيسى الإسلام والمسلمين اللهم علي كلمة الكلمة الحق والدين اللهم أحينا بالإسلام القائمين وأحينا بالإسلام الراتعين وأحينا بالإسلام الساجدين وأمتنا وحشرنا في زمرة إمام أهل الإسلام سيدنا والنبينا محمد سيد الأنام وارزقنا مجاورته في على عدهنا في دارك دار السلام في مقاعد الصديق عند ملك وقتل الرحمن وصل الله على سيدنا محمد وأنام محمد سيدنا محمد سيدنا محمد شكرا